بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية الوحدة الثانية سوف نتعرف في هذه المحاضرة على كيفية كتابة نصفية التفاعل لمعادلات الأكسدا والاختزال لتحقيق هذا الهدف يجب أن نتبع الخطوات التالية أولا التعرف على أعداد الأكسدا لكل عنصر في المعادلة الكيميائية يعني يجب حساب رغم الأكسدا لكل عنصر في المتفاعلات والنواتج وذلك بهدف معرفة الأكسدا ومعرفة الاختزال لأننا نعرفنا الأكسدا على أنها الزيادة في رغم الأكسدا بينما الاختزال هو النقصان في رغم الأكسدا الخطوة الثانية هي فصل العنصر الذي حدثت له عملية أكسدا مع ناتجه في معادلة واحدة مع كتابة عدد الإلكترونات المفقودة في الجهة اليمنى أي مع النواتج بينما يتم فصل العنصر الذي حدثت له عملية اختزال مع ناتجه في معادلة واحدة وتكتب الإلكترونات المكتسبة في الجهة اليسرى أي مع المتفاعلات آخيرا يجب أن يتم وزن الإلكترونات في نصفها المعادلة وذلك بضرب المعادلتين في عدد بحيث تتساوى أعداد الإلكترونات أي أن الإلكترونات المفقودة الإلكترونات المفقودة تساوي الإلكترونات المكتسبة للتوضيح ناخذ مثال وهو تفاعل الزينك مع آيون النحاس ليعطي آيون الزينك وفليز النحاس المطلوب هو كتابة هذا التفاعل بطريقة نصفي التفاعل في البداية لابد من حساب رغم الأكسد لكل عنص في المتفاعلات والنواتج رغم الأكسد للزينك هنا يساوي صفر لماذا؟ لأنه عنصر حر نقي غير مرتبط بأي عنصر آخر ولا يحمل شحنة ورغم الأكسد لآيون الزينك في النواتج هو موجب 2 لماذا؟ لأنه آيون أحادي الذرة إذن رغم أكسدته هو الشحنة التي يحملها نذهب إلى النحاس نجد أن رغم الأكسد لآيون النحاس 2 هو موجب 2 لماذا؟ لأنه آيون أحادي الذرة يحمل شحنة مقدارة موجب 2 إذن رغم أكسدته موجب 2 بينما رغم الأكسد للنحاس في النواتج هو صفر لأنه ذرة حرة غير مرتبطة بأي عنصر آخر ولا تحمل شحنة إذن الآن نستطيع أن نقول أن هذه هي عملية الأكسدة لأن الأكسدة هي الزيادة في رغم الأكسدة من صفر إلى موجب 2 بينما هذه هي عملية الإختزال لأن الإختزال هو النقصان في رغم الأكسدة الآن نكتب العناصر المشتركة في الأكسدة وحدها في معادلة وحدها مع كتابة عدد الإلكترونات مع النواتج ونسأل للإختزال نكتب العناصر المشتركة في الإختزال مع كتابة عدد الإلكترونات في المتفاعلات وكيف نعرف أن عدد الإلكترونات هو 2 من خلال الشحنات شحنة الزينك هنا صفر وهنا موجب 2 كم هو الفرق في الشحنة موجب 2 إذن عندي 2 إلكترونين ونسأل للإختزال أيضا عدد الشحنات هنا موجب 2 بينما شحنة النحاس في النواتج صفر كم هو الفرق في الشحنة 2 إذن إلكترونين الخطوة الأخيرة هي وزن الإلكترونات يجب أن تكون الإلكترونات المفقودة تساوي المكتسبة 2 تم فقدانهم في عملية الأكسادة وإلكترونين تم اكتسابهم في عملية الإختزال إذن المعادلة موزونة بذلك ينتهي هذا الدرس ونواصل في كيفية كتابة نصفي التفاعل في دروس لاحقة